حسناً هذا هو المحرك الخاص بمجفف الشعر لقد تحدثنا عن جميع المكونات المختلفة للمحرك وكيفية عملها سوف أتحدث عن هذا المحرك الذي قمنا بصنعه ومدت شابه بينه وبين هذا المحرك هذه مغناطيسيات دائمة تعمل تماماً بنفس الطريقة عمل هذا الجزء الذي هو عبارة عن مغناطيس دائم في محرك مجفف الشعر لدينا هنا كلا هذين القطبين متعاكسين هذا قطب شماغي وهذا قطب جنوبي وإذا قمنا بوضعهما بجوار بعضهما البعض سوف يتجذبان وذلك لأن الأقطاب المتعاكسة تتجذب إن هذه الأقطاب المتعاكسة مهمة عندما يبدأ هذا الهيكل الحلقي المتمثل بهذا الملف بالدوران فإنه يستمر بالحركة الآن لننظر على عاكس التيار هنا من الصعب رؤيته هنا فهو عبارة عن سلك النحاسي تم تجريده من المادة العازلة قمنا بإزالة المادة العازلة عن هذا الجانب من السلك النحاسي في حين تم إبقاؤها على هذا الجانب وتم استخدام طبقة شفافة من اللاكر كمادة عازلة لذا يصعب رؤيتها وقد قمنا بالفعل بإزالتها بوسطة السكين مما يعني أن ذلك الجزء من السلك النحاسي يعمل تماما عمل عاكس التيار في المحرك الكهربي وفيما يتعلق بالفراشي التي توصل الكهرباء من نقطة توصيل لعاكس التيار فإن هذه الحلقات هنا تعمل عمل الفراشي حيث تقوم الحلقات بتوصيل التيار من البطارية إلى العاكس التيار الذي ينقله عبر الملف أو الهيكل الحلقي ثم إلى الطرف الآخر ومرة أخرى إلى البطارية ليتم إكمال الدائرة وتمثل الطريقة التي تعمل بها هذه الحلقات في صنع مغناطيس كهربائي يقاوم المغنطيسات الدائمة هنا مما يتسبب في دوران المحرك وتشغيل المروحة تماما مثل ما يقوم هذا الجهاز بتشغيل من روحة مجفف الشعر دعونا نلقي نظرة على كيفية عمله يوجد لدي مجفف الشعر مفتاح عندما يتم تشغيل هذا المفتاح في مجفف الشعر تبدأ المروحة بالدوران ويحدث نفس الشيء في هذا المحرك فبإمكانكم رؤية المحرك يدور هناك وعندما نقوم بغلق المفتاح يتوقف الملف عن الدوران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر